سلام عليكم قصتنا ليلة صراحة قصة غامضة وفيها أحداث شيقة ومثيرة بل احتاج رجال الأمن وكت طويل وبحث عميق لحد ما قدروا يكتشفون الحقيقة في النهاية والقصة من المغرب وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميع تقريبا في بداية التسعينيات فيه رجل ينقل وعبد الرحمن عبد الرحمن هذا شاب مغربي يعيش في إحدى القرى على أطراف مدينة أقادير المغربية وهذا شاب عبد الرحمن أبسط من البساطة بحد ذاتها ومن عائلة بسيطة وفقيرة كلنا فقراء لله عز وجل وعنده أخ وحيد وعبد الرحمن وأخوه اللي اسمه محمد يعملون في الزراعة ورعاية الأغنام يعني يشتغلون بالأجار عند أصحاب مزارع القرية والناس اللي عندهم مواشي أغنام ولا أبقار ولا ماعز ويترزقون الله عز وجل وعبد الرحمن وأخوه يصرفون على أمهم وأبوهم وعلى نفسهم وجماعة مستورين لا طالبين ولا مطلوبين المهم هذا عبد الرحمن يحب بنت خاله بنت خاله فتاة على قدر عالي من الجمال وعلى قدر عالي من الروقي والأخلاق بنت مربية على الأصول وفيه بينه وبينها استلطاف ما هو علاقة حب بمعنى علاقة الحب وإنما الشاب رايدها وظاهر البنت ما أعطيته ضوء أخضر لكن الأحوال المادية شوي تعبانة ما تسمح بأنه عبد الرحمن يتقدم لخطبة البنت لكن خال عبد الرحمن هذا يحب عبد الرحمن مثل ما يحب أبناه وكان أبو بنت الخال هذه اللي اسمها هيفاء يتمنى زوج البنته مثل هذا الشاب عبد الرحمن يعني هو فيه قرارة نفسه يقول يا ريت الله يبعث نصيب البنت هيفاء مثل هذا الشاب وفي يوم من الأيام بعد ما تعب عبد الرحمن وحاول يجمع شوية فلوس من رعاية الأغنام والعمل في المزارع وبلغ أم وأبو في يوم من الأيام قال يا جماعة أنا ودي أتزوج ورايد بنت خالي هيفاء الأم تشجعت وقالت هذا أخوي أكيد ما راح يطلب علينا مهر غالي وأكيد راح يراعي الظروف اللي إحنا فيها ويقومون يروحون على هذا الرجل ويخطبون البنت والرجال ما طلب منهم لا خضرة ولا حمرة ولا صفرة قال أنت وتفصلون وأحنا نلبس بالعكس عبد الرحمن شاب محترم وخلوق وأحنا أصلا مش تلين رجل ما احنا مدورين على أفلوس وعبد الرحمن قدر من خلال المبلغ اللي مجمعه وتدين شوي من هناك ضبط الأمور ويتزوج عبد الرحمن من هيفاء وعاش هو إياها أسعد أيام حياته لكن اللي كان معكر صفوها الحياء هو الحال المادي السيئ يحاول هذا الشاب قدر الإمكان يطلع من الصبح ما يرجع لبعد غياب الشمس يحاول يخطف اللقمة من فم الديب لأجل يسعد زوجته هيفاء وكذلك يساعد أخوه في مصاريف أمه وأبوه المهمة تروح الأيام وتجي الأيام بعد مدة من الزمن أنجبت هيفاء ولد ويسميه على اسم أبوه عبد الله وبعد مدة من الزمن كذلك يجيب ولد ثاني سموه محمد على اسم أخوه عبد الرحمن وبعد مدة من الزمن وتجيب بنوته ويسمونها مريم والآن عبد الرحمن صار عنده زوجة وثلاث أبناء وبحاجة إلى مصاريف ويشتغل بالليل وبالنهار ما يخلي شغلة إلا ما يشتغلها لكن مكانك راوح خلال هالسنوات اللي مرت توفي أبو عبد الرحمن وأم عبد الرحمن وظل عبد الرحمن وأخوه محمد اللي ما زال عازب والكلام في بداية التسعينيات 1992 في هذاك الوقت كان الولد الكبير بكر عبد الرحمن اللي اسمه عبد الله هذا كان عمره تقريبا ست إلى سبع سنوات فيه واحد من أبناء القرية يعمل في إحدى القرى أو المزارع في مدينة الصويرة اللي تبعد تقريبا حوالي 180 كيلو متر عن مدينة أقادير هذا الرجال اللي يشتغل في مدينة الصويرة أو في إحدى قرىها قال يا عبد الرحمن والله في جارنا رجل عنده مزرعة أو عنده مجموعة من الأغنام وعنده سكن وطالب عائلة مثل عائلتك بدل ما أنت طاير من مزرعة إلى مزرعة ومن مكان إلى مكان إيش رايك تروح تشتغل عند هذا الرجال وأنت ما تنقصك الخبرة قال له إيدي بزي النارك من الصبح أركبه أروح هذا الرجل كان جاي إجازل عند أهله ويركبون بعد أربع خمس أيام عبد الرحمن وهذا الرجل ويروحون على المزرعة في مدينة الصويرة شافها عبد الرحمن وأعجبته السكن مناسب والسكن طبعا مجاني بالإضافة إلى توفير المي والكهرباء وهذا الرجل صاحب المزرعة رجل متقدم في السن عمره تقريبا خمسة وستين إلى سبعين سنة وعنده اثنين من الأبناء وعنده قطيع من الأغنام والمعز وعنده أرض زراعية بالإضافة إلى المزرعة اللي يسكنون فيها هو وأبناؤه واتفق عبد الرحمن مع هذا الرجل على راتب والراتب يعني نقدر نقول ماشي الحال أحسن من شغل المزارع وهذا راتب شهري أما بالنسبة للمزارع يوم تشتغل يوم ما تشتغل الشغل ما هو على كيفك وكل من يعطيك أجار على كيفه المهم قرر عبد الرحمن أنه يرحل هو وعائلته على هذه المزرعة لعند الحاج كامل والحاج كامل هذا الله يسلمكم رجل الله سبحانه وتعالى معطيه وموسع ليه عنده مثل ما قلنا اثنين من الأبناء متزوجين وعنده منزل مؤلف من ثلاث طوابق هو ساكن في الطابق الأرضي وأبناؤه كل من ساكن في شقة فوق منزل الحاج كامل وعنده بنات ثنتين متزوجات في القرية وعنده مجموعة من الحلال والرجل في قمة الأدب والرقي والاحترام الرجل سمعته في القرية مثل المسك المهم يرحل عبد الرحمن وزوجته هيفا وأبناؤه على هالقرية الجديدة والمزرعة الجديدة واستلم العمل وبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي يطلع الصبح يطلع الأغنام هذه يرعى فيها في المنطقة المحيطة المزارع المحيطة وكذلك في قطعة الأرض اللي يملكها الحاج كامل اللي تبعد لها حوالي 2 إلى 3 كيلو متر عن القرية أو عن المزرعة اللي ساكنين فيها أما بالنسبة لهيفا هيفا بلشانة بتربية أبناءها الثلاث اللي عبد الله هذاك اليوم دخل المدرسة وأخوه لحقه كذلك بعد فترة دخل المدرسة وتساعد زوجها في حليب هالأغنام وهالماعز وتساوي هاللبان وهالزبدة والسمنة وكذلك تساعد زوجة الحاج كامل في بعض الأعمال المنزلية التكنيس، غسيل، تنظيف وكله بأجاره الجماعة ما هم مقصرين مع عبد الرحمن وزوجته لكن هيفا كانت تعاني من المشكلة اللي هي البنت تتكلم في اللغة الأمازيغية ما تتكلم اللغة العربية إطلاقاً ولما جت على الجماعة هذون جزء منهم يتكلم الفرنسي مع الدراجة أو الدارجة المغربية أو اللهجة المغربية العربية فشوي شوي صارت يعني تتعلم تلقط بعض الكلمات تفهم عليهم، يفهمون عليها الأمور مشت وصارت هيفا تقدر تصلف مع الحجة زوجة الحاج كامل مع الحاج كامل مع أبنائه حسن وحسين طبعاً حسن وحسين أبناء الحاج كامل واحد عنده متجر في القرية والثاني موظف في المدينة يروح ويجي كل يوم على المدينة وهالأخوان الاثنين هذولة تحت إشراف أبوهم الحاج كامل يشوفون متطلبات عبد الرحمن ومتطلبات هالأغنام من أدوية، من علاجات، من أعلاف كذلك عبد الرحمن أحياناً في أيام الربيع يضطر أنه مثل ما تقولوني يساوي عزبة أو إبات في الأرض الزراعية اللي تبعد حوالي 2 إلى 3 كيلو متر عن المزرعة فيروحون عليها تالى النهار يتفقدونه، ياخذونه أكل ياخذونه أي شيء يحتاج والجماعة مبسوطين من عبد الرحمن ومن هيفا ما شافوا عليهم الشغلة الزايحة متقنين شغلهم وعملهم وعبد الرحمن رائع ممتاز بالإضافة إلى زراعة بعض الخضروات في مزرعة الحاج هذا الحاج كامل الأبناء بدأوا يكبرون شوي شوي عبد الله ومحمد والبنت مريم عبد الله كان ولد غير مبالي بالدراسة وما هو حاط مخه في الدراسة كان يهرب من المدرسة ويروح يرع الأغنام مع أبوه أما أخوه محمد كان مستواه جيد إلى متوسط في المدرسة والبنت مريم كذلك عبد الرحمن لما شاف الولد هذا عبد الله ما منه نتيجة ويساوي مشاكل في المدرسة بعض الأحيان مشاكل أطفال يعني لكن في النهاية لما شافه غير فالح في الدراسة قرر أنه يطالعوا من المدرسة ويساعدوا في رعاية هالأغنام وصار عبد الله يرعى الأغنام مع أبوه ويساعدوا في أعمال الزراعة وطبعا أحوال عائلة عبد الرحمن المادية نقدر نقول أنها تحسنت شوي السكن مجاني ما في فاتورة كهرباء ما في فاتورة مي الأمور ماشية كذلك الخضروات اللي يزرعها عبد الرحمن يأكل منها ويطعم منها الحاج كامل وأبناءه وهالعائلة عايشة بسبات ونبات وصار عبد الرحمن يجمع له شوية فلوس على الجنب أما بالنسبة لعبد الرحمن وزوجته هيفاء الجميلة هذه عايش هو وياها كزوج وزوجة من أحسن ما يكون زوجين مثاليين ما بعمرها خلت عبد الرحمن بيوم من الأيام ينامز علان ولا هو بيوم من الأيام خلعينها تضرف دمعة واحدة وعايشين هو وياها وهالأبناء والرجال يرعى فيها الأغنام وعبد الله يساعده ومحمد ومريم فيها المدرسة وفي عام 1998 وفي يوم من الأيام يتوفى الحاج كامل رحمة الله عليه حزن عليها عبد الرحمن وهيفاء والأبناء لأنه كان يرعيهم مثل أحفاده وبعد وفاة الحاج كامل جو الأبناء حسن وحسين قالوا يا عبد الرحمن اضل على حالك وعلى راتبك وضل مثل ما كنت متفق أنت وأبونا والأغنام هذه باستلامك والأرض الزراعية وإحنا ترى ما إحنا فاضين للأشغال هذه واللي ودك يا إصير قال لهم أبشروا بعزكم والرجل تابع عمله كالعادة مثل قبل وزوجته هيفاء ادير بالها على زوجة الحاج كامل اللي ما زالت عايشه على قيد الحياة ادير بالها عليها وطرعيها لأنها أصبحت إمرأة متقدمة في السن بحاجة إلى رعاية وزوجات حسن وحسين كل من بلشانة بمنزلها وبأبناءها وبزوجها وكل من ملتهي بحاله تروح الأيام وتجى الأيام إلى عام 2002 منتصف عام 2002 وفي صباح أحد الأيام صحت هيفاء على صلاة الفجر وجت ودهات صحي زوجها عبد الرحمن على الأساس يطالع هالأغنام ويرعى فيها هو وعبد الله جت على عبد الرحمن ولا عبد الرحمن لا من إيده ولا من رجله ولا جايهم ونفرق الجماعات وهذا من للذات الموت اللي ما تعرف أي ساعة يجي المهم حاولت يا عبد الرحمن يا أفلان ولا الرجال مثل لوح الخشب وتفزع عبد الله ومحمد ومريم يحاولون منهين من هناك الرجل المتوفي بدت تبكي والبنت تبكي والأبناء يبكون على أبوهم ويفزعون عائلة الحاج كامل حسن وحسين وزوجاتهم على بكاء الزوجة هذه وصراخها من الصبح يا فتاح يا رزاق حاولوا يسعفون عبد الرحمن على المستشفى لكن الرجل كان متوفي وظهر جايته جلطة قلبية المهم حزنت العائلة على وفاة هذا الرجل البسيط المسكين وكانوا أبناء الحاج كامل موعدينوا بالزيادة في الراتب الشهري لكن ما لاحق لا ياخد زيادة ولا من يحزنون وما أخذ معاه غير الكفن المهم الحياة ما توقف عند عبد الرحمن ولا عند غير ودها تستمر بشكلها الطبيعي وبعد وفاة عبد الرحمن صار عبد الله هو اللي يرعى فيه الأغنام ويساعدوا أحيانا أخوه محمد ومشت الأمور بشكلها الطبيعي وبعد مدة من الزمن هيفاء شافت أن الجماعة ما زودوا الراتب وحاولت معاهم يا جماعة أنت وكنت وعدين زوجي عبد الرحمن أنكم تزودوا له الراتب وشايفين الأحوال المادية كذا قالوا والله ما في زيادة حبلتش أهلا وسهلا ما حبلتش الله معاتش وتشاورت هذاك اليوم هيفاء ولدها عبد الله بما أنه هو صار يعني ربه الأسرة وهو اللي مستلم زمام الأسرة ويديرها وفي هالوقت صار تقريبا عبد الله عمره 18 سنة أصبح بالغ راشد ويعرف اللي تصير من اللي ما تصير وشاب صحيح ترك المدرسة وبدأ يرعى فيه الأغنام لكن الشاب محترم وأكابر وما هو صاحب مشاكل وتشاورت هي وياها ذاك اليوم وقالت يا ولدي يا عبد الله الجماعة مهم راضين يزودون الراتب وإحنا أصلا ودنا المضي حياتنا رعيان عند الناس ونشتغل بالأجرة وأبوك الله يرحم وكان مجمع مبلغ من المال خلال هالسنوات اللي مرت إش رايك نشترينا قطعة أرض في هالقرية بما أنه عشنا فيها السنوات الطويلة هذه وتعودنا على سكانها وأنت عندك أصدقاء وأنا تعرفت على معظم نساء القرية منشترينا قطعة أرض ونعمرنا منزل صغير متواضع وأنت وأخوك تشتغلون وأنا أساعدكم كذلك أشتغل في المنازل ويتخذون القرار هذاك اليوم ويسلمون الأغنام والمزرعة لأبناء الحاج كامل سلام عليكم وعليكم السلام يا جماعة يا كذا قالوا خلاص الشغل اللي بيننا وبينكم انتهى والسلام عليكم وطبعا خلال هالمدة وخلال هالسنين اللي مرت هيفاء صارت تسولف مثل سكان القرية تخلص حالها بالعربي بالإضافة إلى أنها تعلمت بعض المفردات الفرنسية وأمورها صارت عال العال وقبل لا تطلع من عند أبناء الحاج كامل كانت مشترية قطعة أرض عبارة عن نص دنم وبدت تشتري شوية مواد بناء وبدت تبني منزل بسيط وفعلا خلال مدة من الزمن بنوا هذا المنزل وانتقلت هيفاء وأبنائها إلى العيش في هذا المنزل البسيط والمتواضع منزل عبارة عن غرفتين ومطبخ ومنتفعات حمام تكرمون وعلى قد الحال وبدأ هذا الشاب عبدالله يشتغل في مزارع القرية يشتغل في التحميل في التنزيل أي شغلة تصير له عبدالله في القرية يشتغلها وهيفاء كذلك صارت تشتغل في منازل القرية وفي مزارع القرية في الغسيل في التنظيف في تعزيل البيوت والمرأة كانت في قمة الأدب والاحترام وكل نساء القرية حب أنها لكن اللي حصل مع هيفاء وأبنائها بعد ما اشتروا الأرض هذه وعمروا هالمنزل حطوا اللي فوقهم واللي تحتهم واللي كان مجمعها عبدالرحمن طوال هالسنوات ورجعت الحال المادية تحت الصفر اجمعها يا الله يلحقون حق أكل وشرب وهذا اللي خلها هنا تشتغل في منازل القرية المهمة تروح الأيام وتجي الأيام إلى عام 2008 في عام 2008 وفي صباح أحد الأيام حسن ابن الحاج كامل هذا حسن اللي عنده متجر فيه القرية عنده دراجة نارية يتنقل فيها ما بين الأرض الزراعية وما بين المتجر أو البقالة هذه أو الدكانة ويعني يقضي حواجه عليها وناوي هذاك اليوم أنه يشتري سيارة ومجمع له مبلغ من المال وحاط عينه على سيارة في المدينة ووده يطلع هذاك اليوم بكير بعد صلاة الفجر ويصحى واحد من أبناء أخوه أبناء أحسين اللي ساكن فيه الطابق الثالث صحى الصبح معه شقة الضو ولسع الشمس ما هي طالعة ووقف على هالبلكونة وقاعد يتفرج على منظر القرية قبل شروق الشمس وينتبه ولا عندهم كراج يحطون فيه الدراجة نارية وسيارة أبوه وينتبه على باب الكراج مفتوح والدراجة نارية شغالة ولكنها واقفة وينتبه شوي ولا عمه متمدد بالأرض والدم معبئ المكان ويقوم هذا يفزع أبوه ويفزع أبناء عمه وفزعه الجماعة من الصبح يا فتاح يا رزاق يا عليم لما جوه على هذا الرجل حسن ولا لا من إيده ولا من رجله بالإضافة إلى أنه الفلوس اللي كان مجمعها ويأخذها عشان يشتري فيها سيارة منثر بجامبه والدراجة نارية شغالة وصوتها ناعم ما هو قوي المهم فزع سكان القرية ويا بنت قولي لمتش اعثروا على حسن مقتول حضر رجال الأمن وقامت الدنيا وما قعدت تم رفع جثة حسن إلى الطب الشرعي لتشريح الجثة ولمعرفة سبب الوفاة وبدأ رجال الأمن يحققون فيها الجريمة اللي صح عليها سكان القرية وعلى هالمصيبة اللي وقعت على عائلة الحاج كامل المهم رجال الأمن بدأوا يستجوبون عائلة حسن أبناءه أخوه وزوجته وقالوا الرجل هذا هل عنده ثار في مشاكل حدلوا عليكم فلوس قالوا أبدا وهذا حسن رجل ما هو من أصحاب المشاكل سأله الجيران المعارف الأصدقاء الكل يقول هذا حسن من أحسن سكان القرية ولا عنده مشكلة أبدا ولا بحياته أزعل بني آدم وبالسؤال رجال الأمن عن مبلغ الفلوس اللي أثروا عليه بجانبها قالوا الرجال صار له مد من الزمن يبحث عن سيارة وعلى أساس اليوم الصبح رايح يشتري السيارة هذه وهذا اللي جرى وهذا اللي صار لكن الآن القصة بما أنه اللي قتل حسن ما سرق الفلوس معناته القضية ما هي قضية سرقة اللي قتل وكان خذ الفلوس والفلوس موجود بجانبه الدراجة النارية جاهزة وشغالة الرجل مجهزها للانطلاق المهم بدأ رجال الأمن ما خلوا واحد في القرية إلا ما استجوابوه في النهاية ما وصلوا إلى أي نتيجة لأن الرجل هذا ما هو من أصحاب المشاكل وله من أصحاب السوابق والكل شيء بأخلاق هذا الرجال وفي النهاية ما في ثارات ما في مشاكل وما قدروا يعرفون منه اللي قتل طبعا من خلال تقرير الطب الشرعي تبين أنه حسن متعرض إلى ضربتين فقط لا غير على الرأس من الخلف وهذا ضربتين أدى إلى نزيف داخلي وخارجي وكان هذا سبب الوفاء المهم حزن سكان القرية على حسن وبالنهاية ما قدروا يوصلون إلى نتيجة أو طرف خيط يوصلهم إلى القاتل وصار مثل ما تقولون خوف شوي عند بعض سكان القرية الناس تسولف أنه منه اللي قتل هذا حسن وشيني الغاية ويفتشون فيه ماضي حسن وأبوه وأخوه الجماعة ما هم من أصحاب المشاكل ولا عندهم ثارات ومن سكان القرية الأصليين من مؤسسين القرية المهم الجريمة غامضة تروح الأيام وتهجي الأيام إلى بعد شهر تقريبا من وفاة أو مقتل حسن وفي مساء أحد الأيام على الساعة تقريبا ثمانية ونص إلى تسعة مساء فيها ذاك اليوم الدنيا ربيع وحسين أخو حسن عنده سيارة وراعي الأغنام اللي حطوه بعد ما بطلت هيفاء وأبنائها راعي الأغنام هذا ناوي أنه يبات في قطعة الأرض الزراعية اللي تبعد حوالي ثلاثة كيلو متر عن القرية والراعي هذا كل يوم حسين يركب سيارته وروح ياخذ له أكل وزوادة ومي واللي يلزم ويوقف عنده شوي يطمن على الحلال ويرجع على البيت في مساء هذاك اليوم يركب حسين سيارته وياخذ الشغلات اللازمة للراعي ويتطمن عليه ويشوفه ويرجع المهم وصل حسين لعند الراعي وعطاه الزوادة اللي جايبها وها وشلون الأغنام وشلون الأمور وشلون الوضع الأمور عال العال ووقف له عنده ساعة زمان اعتمت العين صار الوقت ما بين المغرب والعشاء السلام عليكم وعليكم السلام السيارة اللي جاي فيها حسين تبعد لها حوالي تقريبا 150 متر عن المكان اللي واقفين فيه هو والراعي راح حسين على الأساس يركب فيه السيارة لكن ما يحسه ويدري هذا الراعي إلا يسمع صرخة بالمقلوب ويسمع صوت أقدام واحد قاعد يركض المهم فزع على السيارة لما جاي ولا هذا حسين متمدد بجانب هالسيارة وقاعد ينازع والدم قاعد يطلع من راسه مثل النافورة الراعي عنده تلفون ويقوم يتصل على أبناء حسين وأبناء حسن أفزعوا ألحقوا ما يعرف يسوقوا السيارة ويفزعون الجماعة ويفزع سكان القرية وكلها الجماعة بلغوا رجال الأمن حضر رجال الأمن كذلك وقامت الدنيا وما قاعدت ويا بنت قولي لموتش حسين انقتل وحاولوا يسعفون حسين إلى المستشفى لكن الرجال على بين ما جوا أبناءه وأبناء أخوه وبعض سكان القرية الرجل توفي في مكانه ولما حضر رجال الأمن بدأوا يحققون كذلك في قضية مقتل هذا الأخ بنفس طريقة حسن اللي قبل منه ما صار له شهر مقتول امسكوا الراعي أول شي قالوا الراعي ممكن يكون مكان شبهة قالهم يا عمي أنا لا قتلت ولا من يحزنون الرجال جاب لي أكل ووقف معاي شوي ورجع على سيارته وسمعت الصوت وفزعت عليه ولا الرجال متمدد بهالأرض حاولوا يضغطون على الراعي من هنا من هناك تبين أنه الراعي ممكن يكون مكان شبهة وممكن يكون ما له علاقة وتم رفع جثة حسين إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاء وشنو اللي صاير مع حسين ويتمين من خلال التشريح أنه الضربة أو الضربتين اللي متعرض لها نحسين نفس الضربتين اللي متعرض لها نأخوه قبل منه بشهر قاله معناته القاتل ممكن يكون واحد واللي حصل في القرية هذاك اليوم جامت الدنيا وما قعدت والسكان القرية دب فيهم الرعب الناس صارت تخاف يقولوا لك يا عمي من هو هذا اللي قاعد يقتل هالأشخاص هذي وغير معروف الآن قتل حسين وقبل شهر قتل حسن حتى عائلة حسن وحسين صاروا يخافون ما عاد يسترجون يطلعون بر البيت يا جماعة القولنا حل المجرم القاتل هذا شارد داشر ممكن يقتل أي واحد من القرية ممكن يصفي العائلة هذي كلها بما أنه قتل الأخوين أكيد ناوي يصفي باقي العائلة كلها حتى سكان القرية اللي أقارب عائلة حسن وحسن والناس اللي ما هم أقارب صاروا يخافون يخافون يطلعون بالليل جريمتين خلال شهر بدون كشف المجرم يعني أمر مريب وفضيع ويدعو إلى الرعب والخوف صراحة يعني وبلش رجال الأمن كذلك فيها الجريمة الجديدة هذه والآن جريمة حسن صارت يعني جريمة قديمة بالنسبة لهذه الجريمة وبدأ رجال الأمن يستجيبون سكان القرية يا عمي الجماعة هذولة أكيد عندهم مشكلة من اللي يعني ليش لحتى يقتلون حسن وحسين ليش ما قتلوا غيرهم من سكان القرية إيش معنى قتل الأخوين هذول لكن كل سكان القرية أجمعوا على أنه هج مع هذول من أحسن سكان القرية وما هم من جماعة المشاكل ولا عندهم أي ثار واللي عقد الموضوع أكثر أو يعني كركب التحقيق ورجال الأمن المجرم ما هو تارك وراه ولا أي دليل ما في أي طرف خيط يدل عليه المهم في هذه الشليلة لما أرفعوا جثة حسين إلى المشرحة واكتشفوا أنه كذلك حسين متعرض إلى ضربتين نفس أخوه رجعوا على الراعي قالوا يا أفلان أنت تقول أنك سمعت صوت أقدام قال لي نعم سمعت صوت واحد قاعد يركض بطريقة سريعة وراح بها الاتجاه ويمشط رجال الأمن المنطقة أو المكان اللي قال عليها الراعي والحق أو الأثر وفعلا أثروا على آثار أقدام وتبين أنه هذا اللي كان يركض لابس حذاء وحجم الحذاء هذا كبير تكرمون عنها الطاري وتتبعوا آثار الحذاء وأثار الركض إلى مسافة نقدر نقول 300 إلى 400 متر بعدين ظاهر أنه ماشي في أرض فيها ربيع وفيها أعشاب اختفت آثار الأقدام هذه وهذا الدليل الوحيد اللي بين رجال الأمن آثار الأقدام وشنو كل سكان القرية لابسين حذوة وكلها يعني ما حدا يمشي حفيان بدون حذاء وشلون دهوا يعثرون على هذا المجرم من آثار الحذاء صوروا آثار الأقدام على الأرض آثار طبعة الحذاء واحتفظوا بهالصور اللي هي الدليل الوحيد اللي ممكن في يوم من الأيام يكشف هذا المجرم القاتل اللي ما ترك وراءها أي أثر المهم رجال الأمن في النهاية كذلك ما قدروا يوصلون إلى أي نتيجة وسكان القرية المساكين خايفين ما حدا يعرف إمتى الدور يجيه وكذلك عائلة حسن وحسين طلبوا حماية من رجال الأمن قالوا يا عمي هذا المجرم ما نعرف أي يوم يقتل واحد مننا وحسن وحسين كل واحد عنده ثلاثة أربع أبناء والعائلة خائفة وسكان القرية خايفين رجال الأمن كذلك يعني الأمر محرج بالنسبة لهم الجريمة معقدة جريمتين خلال شهر والقاتل ما تم كشفه المهم بدأ رجال الأمن يشتغلون على الصور اللي موجودة عندهم اللي هي أثر الحذاء تبين أنه هذا الحذاء ما هو حذاء عادي أو صباط عادي من خلال الخبرة تبين أنه هذا الحذاء عبارة عن بوت رياضي أو كما يسمى في بلاد المغرب العربي سبادريلة وصاروا يبحثون عن من يلبس سبادريلة فيها القرية قالوا يا عمي ثلاث أربع سكان القرية اللي عندهم أبناء اللي يلعبون رياضة اللي يروحون على المدرسة كلها تلبس البوت الرياضي هذا ويجي واحد من سكان القرية على رجال الأمن قالوا لهم يا جماعة ممكن يفيدكم الشخص هذا اللي عنده دكانة في القرية هذا شخص يبيع الأحذية بالإضافة إلى بعض المواد بالإضافة إلى أنه يشتغل اسكافي ويجي رجال الأمن اللي عنده هذا الاسكافي سلام عليكم وعليكم السلام جابوا له الصور المحتفظين فيها اللي اعتروا عليها في الأرض قالوا له هذا أثر الحذاء ممكن يكون مر عليك أول ما شاف هذا الرجل أثر الحذاء بدأ يسترجع ذاكرته وقالهم إيه والله هذا الحذاء صراحة ماهو غريب عني وإذا ما خاب ظني أنه اشترى مني واحد من شباب هالقرية قبل حوالي أسبوعين ثلاث منه هذا الشاب؟ قالهم والله واحد هذا ابن المرحوم عبد الرحمن شاب اسمه عبد الله وحتى مشترات هذا الحذاء كان لها قصة وسالفة لذلك أنا تذكرت طبعة الحذاء على الأرض شيني سالفته هذا الحذاء؟ قال هذا الشاب صار يتردد علي على المحل أكثر من مرة وأعجبوا هذا الحذاء لكن ما عنده ثمنه وقال لي أنا ودي أشتري هذا الحذاء بالتقصيد قلت له والله أنا بالتقصيد ما أبيع وصار يترجاني ومشان الله يعام خيوة يعني خلي الحذاء عندك وأنا كل يوم لما أشتغل أجيب لك جزء من ثمن هذا الحذاء لكن لا تخلي معروض عندك في المحل خبيه في البيت وبعد إلحاح من هذا الشاب فعلا قمت خذيت هذا الحذاء حطيته عندي في البيت علشان لا يروح وخلال أسبوعين ثلاث قدر يجمع ثمن هذا الحذاء كل يوم كان يعطيني مبلغ وبعدين جيخ هذا ويروحون رجال الأمن على منزل هيفاء أم عبدالله سلام عليكم عليكم السلام عبدالله موجود قالت إي نعم طلع عبدالله أهلا وسهلا حياكم الله خير ويشوفون عبدالله لابس الحذاء قالوا ممكن نشوف الحذاء هذا يا أخي عبدالله قال إيه حياكم الله لكن ليه شنو الموضوع قارنوا طبعة هذا الحذاء مع الصور الموجودة عندهم طلعت مطابقة مية بالمية لكن بنفس الوقت هذا ما هو دليل على أنه عبدالله له علاقة في الجريمة أو هو القاتل المهم يومسكون عبدالله وقالوا يا عبدالله أنت الآن متهم بجريمة قتل جريمة قتل منه؟ قالوا أنت متهم بجريمة قتل حسين وأنت شنو علاقتك بحسين؟ قال يا جماعة هذول الجماعة أحنا ما شفنا منهم ألا كل خير وبعدين أحنا مضينا عندهم مدة من الزمن من عام 1992 إلى عام 2003 وأبوي الله يرحمه كان يشتغل عندهم وبعدين حصلت بعض الخلافات البسيطة على مرتب شهري وأحنا روحنا في حال سبيلنا والجماعة في حال سبيلهم والجماعة ما في بيننا وبينهم أي مشاكل وليش أنا ودي أقتل حسين عدم المؤاخذة يا جماعة ويجيبون كذلك هيفا قالوا يا هيفا ممكن يكون حاصل مشاكل ما حد يدري عنها من سكان القرية بينكم وبينها الجماعة قالت أبدا والله الجماعة ما حصل بيننا وبينهم أي مشكلة وهذا لكم تقدرون تسألون أبنائهم تقدرون تسألون زوجاتهم تقدرون تسألون زوجة الحج كامل وفعلا الجماعة راحوا واسألوا ما في أي مشكلة حاصلة بيناتهم وجابوا عبد الله قالوا يا عبد الله ودك تركض الآن بالسرعة القصوى علشان يحاولون يطابقون طبعة هذا البوت الرياضي مع الصور اللي موجودة عندهم ويخلون عبد الله يركض مسافة وجو قارنوا الصور مع آثار الطبعات اللي سواها بوت عبد الله طلعت كذلك نفس الشيء ومطابقة مية بالمية ويرجعون على بائع الأحذية هذا والإسكافي قالوا يا أبو فلان أنت بعت حدا غير هذا الشاب نفس نوعية الحذاء من سكان القرية قال الله والله ما جبت إلا الحذاء هذا وبعتوا لهذا الشاب المهم ما لكم بطول سيرة ويمسكون عبد الله ويبدون يضغطون عليه بعد الضغط الشديد والمحاولات العديدة وجهد جهيد على عبد الله ويعترف هذا كل يوم بالجريمة ورح تستغربون من السبب أو الدافع اللي خلى عبد الله يرتكي بالجريمة يقول عبد الله الله يسلمكم لما جينا على القرية هذه أول ما جينا على دور أبوي الله يرحمه وأنا كان عمري في وقتها تقريبا ستة إلى سبع سنوات وكنا أطفال صغار ما نعرف شي بهالحياة وأبوي بلش برعاية الأغنام يطلع من الصباح ما يرجع إلى بعد غياب الشمس وأمي بلشانة فينا وبحليب وشغل وفي يوم من الأيام وأشوف حسن ابن الحاج كامل حاول يتحرش بوالدتي لكن والدتي رفضته وحاولت أنها تبعد عنها وقالت له عيب عليك أنت رجل متزوج وأنا متزوج وحرام عليك تستغل الضارف والوضع اللي أنا فيه حاول يتحرش فيها أكثر من مرة لكن أمي هيفاء هذه اللي قدامكم كانت تصدوا فيه كل مرة ولا خلتوا يلمس شعرها من شعرها وبعد ما توفي أبوي الله يرحمه جت وحدة من جارات أمي وصديقاتها في القرية مرة ينقلها أفلانة من الناس جت لعند أمي هذاك اليوم وصارت تتسلف هي وأمي وما يدر أنه أنا موجود وقاعد أسمع السوالف يعني قاعد أتي سلفا بين بعضها والحديث اللي صار بين أمي وبين هاي المرأة أنه أمي سلفتها وقالت لها ترى الآن بعد وفاة زوجي ما عاد لي يقعد حسن من أول ما جيني هو حاول يتحرش فيني وأنا صراحة ما جبت سيري للمرحوم على أشان ما أساوي مشاكل وحاولت أصده والحمد لله أنه ما قدر يلمس شعره من شعري والآن طلع لي حسين هذا كذلك حاول يتحرش فيني أكثر من مرة لذلك ودنا نطلع بأقل الخسائر وأحفظ كرامتي ولا أساوي مشاكل لأبنائي ممكن يتورطونه بجريمة قتل ويا دار ما دخلت شر يقول أنا سمعت الحديث وأمي ما تدري يقول عبدالله لما سمعت أمي تسول في الجارة أنه كذلك حسين قاعد يتحرش فيها وتذكرت السالفة اللي ما أنساه بحياتي لما كان حسن يحاول يتحرش بأمي وأنا شفته بعيني حاولنا نختصر الموضوع ونطلع بأقل الخسائر ونبعد عن شرها الجماعة وحاولت أتناس الموضوع وفعلا كل من راح بحال سبيله وعشنا حياتنا بعيدا عن هاتجماعة لكن اللي حصل قبل حوالي شهر إلى شهر ونص فيها ذاك اليوم هذا حسن عنده شغل وكذا طلب مني أني أساعده في بعض الشغل قلت له ما ودي أشتغل عندك قال أنت يا ولد الراعية ما ودك تشتغل عندي الآن صارت تعنف على الشغل عندي يقول الكلمة هذه حطت فيني أنه أنا ابن الراعية الشريفة العفيفة النظيفة اللي ما خلتك تمدي إيدك عليها وتلمس شعرها من شعرها أمي صارت معيار يقول وحقدت عليه وقررت أني أنتق من الأخوة الأثنين وكنت أراقبهم وظليت أراقب هذا حسن لحد ما عرفت أنه ودو يطلع هذاك اليوم مبكر وأنا عرفه يطلع بكير على المتجر أو الدكانة يقول وأروح أتخبى بين هالحشائش وخليته عندما طلع ودور الدراجة النارية وشغلها ووقفها على جنبه وعلى أساس ودو يسكر باب الكراج وأضرب وضربتين على الرأس من الخلف أو يادار ما دخلت شر ولما حضر الرجال الأمن وخبر سكان القرية في هالجريمة وفي النهاية ما قدروا يوصلون إلى القاتل قررت أني أنتقم كذلك من أخوه حسين لأنه كذلك كان يحاول يتحرش بأمي ويعتدي عليها وأنا عارفه هذا حسين كل يوم يروح على الراعي عند غياب الشمس وقررت أني ألطيله في أحد الأماكن ولما نزل من السيارة وخذ الأغرار للراعي ووقفه وياه وعتمت العين وصارت الدنيا ليل وقربت عند السيارة وخليت وعند ما جاء عند السيارة وكذلك أناوله ضربتين وأهرب وهذا اللي جرى وهذا اللي صار وبناء على اعترافات عبدالله جابوا أمه هيفاء ويدهم يشوفون هل الكلام صحيح ويدهم يجيبون الجارة اللي صلفتها هيفاء جابوا هيفاء وجابوا جارتها وتفاجأت هيفاء من أنه عبدالله ولدها كان شايف حسن لما كان يحاول يتحرش فيها لما كان عبدالله عمره سبع إلى ثمان سنوات وكذلك أنه سمعان الحديث اللي داير بينها وبين الجارة والجارة كذلك قالت نعم أنا أعرف بالموضوع هذا وصلفتني فيه هيفاء وبناء على التحرشات اللي كانت تتعرض لها والمضايقات قررت أنها تترك الجماعة وتحججت فيه زيادة الأجر أو الراتب الشهري وبدلالة عبدالله تم العثور على قنوة أو عصايا من الخشب كاين منحتها ومضبطها عبدالله لأجل يتخلص من الأخوين الاثنين اللي كانوا يحاولون يعتدون على ولدته ويتحرشون فيها وكانوا يستغلون الظرف الصعب والسيء اللي كانت تتمر فيه العائلة لكن في النهاية الأخوين ادفعوا حياتهم ثمن محاولة اعتداء وتحرش وفي النهاية تم تقديم عبدالله للمحاكمة وبعد أدت محاكمات وجلسات تم الحكم على عبدالله بالسجن لمدة ثلاثين سنة وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير من العبر اللي ممكن نستخلصها أو أهم هالعبر أنت كصاحب مال ولا حلال ولا عندك مزرعة ولا عندك مصلحة تشتغل عندك الناس فيها لا تغرك الدنيا ولا تغرك الفلوس اللي عندك والمنصب أو الموقع اللي أنت فيه وتحاول تستغل ظروف الناس وتحاول أنك تعتدي على عرضهم وعلى شرفهم وفي النهاية هذولة بشر مثلك مثلهم مثل ما أنت عندك عرض هذول يخافون على عرضهم وعندهم شرف وعندهم كرامة وعندهم أخلاق لذلك اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي من يعمل عندك وخاف على عرضك لا يصير عليك مثل ما صار على حسن وحسين وفي النهاية يا أخوان الدنيا ما تغني عن الآخرة لا تلحق شهواتك صحيح هاي المرأة جميلة ولكنها بنت عالم وبنت ناس وتخاف الله وما خبرت زوجها ولا حبت أنها تساوي مشاكل لزوجها وتحملت الضغوط هذه وفي النهاية لما توفي زوجها وسندها في الحياة قررت أنها تتخلص منها العائلة هذه أو أنها تبعد عن المشاكل لأجل أبناءها ما يقعون في المشاكل لكنها ما كانت تدري أنه ولدها كان شايف حسين لما كان يحاول يتحرج فيها وهو عمره سبع ثمان سنوات وما زالت هذه الصورة مطبوعة في ذاكرته واللي جدد الصورة هذه من جديد اللي هو معيار هذا الرجل لهذا الشاب المسكين أنه أنت ابن الرائع لأنها ما خلته يميد إيده عليها ولا يعتدي عليها ولا يأخذ مبتغاه صارت معيار المهم في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولكم جميعا والله يحفظكم يحفظ أبنائكم وزوجاتكم في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه وحفظه